كورس كبكت الاحترافي من الصفر راح تسألي تقول ليش بالتحديد تطبيق كبكت اهلا في كل الادوات اللي يحتاجها كل ممنتج وصانع محتوى ايش تريد اكثر من كذا يا صديق العسل جيب من شربك المفضل وشغل جهازك وتابع معي اي رابع درس من كورس كبكت الاحترافي ويلا بينا نبدأ على بركة الله حياكم الله من جديد يا اهلا وسهلا بكم خلونا نبدأ درسنا لهذا اليوم وهو المود والكروما وتفريغ البيديو والتحكم في الاوباسيتي والتحكم اكثر من جزء في الفيديو بطرق احترافية وبسيطة خلونا نبدأ الان على الفيديو هذا مثلا انا عايز افرغ الكرومة فوق الفيديو الخاص بي كيف فرغ الكرومة سواء لونها اخضر او اسود او اي لون انت مجهز ومثلا عندي اللون الزهري بغض النظر عن اللون راح نستخدم لونيا ونشوف تأثير الكرومة هذا اللون عندي اياه مثلا انا عايز افرغه فوق الفيديو الخاص بي افرغ الخلفية الموجودة خلف العنصر واخلي فقط الكتاب واللون الابيض ببساطة اضغط على الفيديو مباشر راح تظهر لي القائمة اليوم مثل ما شرحت في البداية بداية الكورس طيب تظهر عندي القائمة هذي القائمة هذي طبعا عندي قوة من فوق وقوة من الاسفل القائمة الثانية روح على خيار اسمه cut out مباشر اضغط عليه بهذا الطريقة راح يطلع لي chroma key اي مفتاح الكرومة مباشر تفعل الخيار هذا وتاخذ القطارة وروح وتختار اللون اللي انت عايز زيله مثلا عايز زيل اللون الخلفي اضغط عليه ضغط وحده كليك يسار مباشر راح يبدأ يظهر لي اللون الزهري او الوردي مباشر اتحكم في هذا الخيار وراح يشيل لي الكرومة بهذا الشكل لاحظ معاي اختفت الكرومة لو ارجع راح تظهر الكرومة لو افتح بهذا الشكل لاحظ ان الكرومة اختفت لكن احاول انه اجيب الاطراف اللي خاصر في العنصر بحيث ان ما افقد جميع عناصر العنصر اللي يريد يفرغه بهذا الشكل وانزل اسفل ولاحظ ان الكرومة تفرغت معاي بكل سهولة شوف معاي مباشرة تفرغت عندي الكرومة هنا تقدر ضيف shadow للعنصر اللي انت فرغته طيب هذا اللون الزهري خلنا نجيب لون اخضر ونشوف مع بعض تأتينا اللون الاخضر مثلا عندي هاي الصورة لونها اخضر تمام الآن جربنا على فيديو لونه زهري الخلفية لونها زهري او وردي خلنا نجرب على صورة لونها اخضر ونشوف تأثير الكرومة او مفتاح الكرومة على اللون الاخضر واللون الزهري طيب نفس الطريقة اروح على cutout مباشرة اخذ القطارة من المفتاح chroma key اخذ القطارة احدد اللون الاخضر بهذا الطريقة اعطيه هذا التحكم شوف تلاحظ معاي مباشرة بس تزيد الخيار هذا الـ string مباشرة راح يبدأ معك يزيل الكرومة بهذا الشكل لاحظ معاي اختفت او اختفى اللون الاخضر بكل بساطة لو زيد اكتر عشان ايش الحدة والاطراف اللي موجودة في الصورة ما يبين عليه اللون الاخضر هنا في الاطراف الموجودة او الحواف الموجودة على الصورة بهذا الشكل لاحظ معاي هنا تضيف ممكن شادو للعنصر بهذا الشكل شادو بسيط وما راح يبين معك لكن يعطي جمالية اكثر للعنصر اللي انت تفرغه تمام الان جربنا على الفيديو وجربنا على الكرومة طيب تمام هذا مبدأ الكرومة بشكل عام يعني انت تقدر تطبع على اي عنصر مثلا عندي العنصر اه هذا ابيض خلنا نشوفها الابيض تمام الابيض لا خلنا نشوف اه صورة ثانية طيب مثل عندي شعار البريمير اعايز افرغ اللون الابيض الموجود بحواف الصورة شوف لاحظ فيه اه لون ابيض طيب اروح على الكرومة مباشر افعل الكرومة كي اختار اللون الابيض بهذا الطريقة لاحظ معاي اختفى اللون الابيض بهذا الشكل مثلا انا عايز افرغ اللون الازرق الموجود في داخل البريمير او هو هو هوية البريمير اختار قطارة اختار اللون الاخضر لاحظ معاي اختفى اللون هذا مباشرة لو ارجع يرجع اللون لو ازيد راح يزيد يختفي تماما تمام ومثلا لو اجيب اي ايقونة اي شكل اختر على بالي فيه لون يعني من طبقة وحدة بدون تدرج راح يزلك ياها عن طريق الكرومة تمام هذا التفريغ للكرومة للفيديو والصورة والايقونات بشكل بسيط على تطبيق كبكات طيب انا عايز مثلا افرغ الفيديو افرغ الفيديو هذا او افرغ العنصر او اسوي انا اا تفريغ لي الفيديو بشكل اا احترافي على تطبيق كبكات كبكات اضافي الاسطرات الاخيرة خيار اسمه اوتو كوت اوت هذا الخيار يسمح لك انه بخوار زميه الذكاء الاصطناعي يحدد الشخصية المتحركة والشخص المتحرك داخل الفيديو ويفرغ الفيديو ويعطيك يعني تحديد رهيب للعناصر داخل الفيديو كيف تستخدمها؟ اول حاجة عشان تستخدمها شكل صحيح تاخد نسخة من الفيديو الزي انت شغال عليها مثلا انا اخد نسخة اقصت من هناء مثل ما تتعلمنا مع بعض القص بعدين اخد كنترل سي بعدين الصق الفيديو الي عايزة فروغ اخليه فوق الفيديو الأساسي تمام بهذا الشكل اروح الفيديو الفوق للي الفيديو اللي تحت الفيديو اللي فوق الفيديو الأساسي تمام؟ اروح عليه muito اروح من خيارات لينه كات кошيط غني أختر الكروما كنا اروحeno Is Auto Cut Out اي اقطع لي الفيديو وفرغ لي الفيديو بشكل اوتوماتيكي بخوارزم الذكاء صناعتي اوكي راح نلاحظ انه يبدأ يفرغ لك الفيديو هنا بروسسينك يبدأ يفعل الخيار على الفيديو الفوق مو الفيديو اللي تحت عشان ايش اه تلاحظ معي او تركز معي شوي عشان اخترت اه واخدت نسخة فوق ورفعت فوق وخليتها فوق الفيديو الاساسي عشان اشرح لك نقطة مهمة جدا من من الاشياء الاحترافية في المونتاج على تطبيق كابكات او على اي برنامج انت تشتارعي الان راح اشوف كيف اه فرغ لي اياه لو اطفي هذا لاحظ معي فرغ لي الخلفية بشكل رائع جدا لو اشغل الفيديو شوف مع بعض لاحظ اه في تقطيع بسيط لكن يعني التقطيع مهم ملاحظ يعني لو اه ارجع الفيديو الاساسي شوف مهم ملاحظ اشغل ما راح تلاحظ انه في تقطيع لانه انا دمجت الفيديو هم مع بعض ايش استفيد من هذا الشيء استفيد انه اقدر اضيف نص مثلا بين الفيديو هيرم بهذا الشكل اللاحظ مثلا عايز اضيف عنصر خلفي اتكلم عنه مثلا او ايقونة او فيديو او اي حاجة انت ترغب فيها شوف لاحظ ظهر الفيديو صار خلفي ولا اي شخص يلاحظ انه هذا الفيديو يعني اقصوص او الفيديو كأنه مصور على كروما خضر اتمام هذا الشيء مميز يعتبر من اشياء الاحترافية اللي انت تشتغل عليها على تطبيق كابكات او مثلا اضيف ايقونة بهذا الشكل اللي اتفقنا عليها الايقونة اللي سونا لكي فريم و بوزوشن في الحلقة الماضية لاحظ معاي مثلا نضيف هذا الجوال كأن الجوال يصير خلفي هذا يعني يعطيك لمسة احترافية للفيديو اللي تشتغل عليه هذا ببساطة انت كيف تشتغل وتفرغ الفيديو وتفرغ الكروما لاحظ معاي الجمالية يعني صار عنصر خلفي كأنه نتكلم عن شيء وهذا نشوفه دائما في فيديوهات الاشخاص المحترفين في المونتاج فهذا سر المونتاج الاحترافي وانصحك تستخدمها بجميع فيديوهاتك تمام عرفنا الان كيف نفرغ الفيديو وكيف نفرغ الكروما المرحلة الثانية هي مرحلة الماسك مرحلة الماسك كيف استفيد منها وايش الاشياء اللي راح تفيدني فيها نروح على خيار من اسمه ماسك هذا الخيار اه افتح لك هذه الواجهة طيب مثلا ايقون انديزاين اللحظ عندي في حواف بيضاء انا قبل شوي شرحت كيف من تخلص من الحواف البيضاء عن طريق اه الكروما الان راح نتخلص منها عن طريق الماسك طمام راح اختار المربع هذا الماسك هذا هو المربع اختاره بهذا الشكل اللحظ معاي تفتح عندي الماسك مباشر على الايقونة لازم تكون محدد الايقونة وتفاعلها وتضغط على الخيار عشان ايش يعطيك ماسك بشكل مربع اطاني ماسك بشكل مربع الان راح اكبره شوية على العنصر اللي انا عايز اسولهه ماسك بهذا الشكل تمام بس صير عندي مشكلة هي مشكلة انه الحواف الصير حادة كيف اسويه راوند مثل طريقة الشعر الاساسي او هوية الشعر الاساسي انزل تحت اتحكم في اطراف الماسك راح اضيف نعومة للاطراف بهذا الشكل لاحظ معاي صارين في انحناء لماسك واتحكم في الفادر اقدر اتحكم في الفادر يعني عشان ايش يعطيني نعومة اكثر شوف يعطيني نعومة اكثر في الاطراف مثلا ماسك ماسك هستفيد منها هذي بالمكان هذر راح اعلمكم كيف تستفيد منها في ماسك الفيدو طيب هذا بالنسبة لماسك الايقونات والعناصر شوف لاحظ معاي صار عندي ماسك بكل احترافية وكل بساطة لو رجع الماسك الاساسي شوف الفرق هذا الاساسي اختف عندي الجزء اللي هو ظاهر من فوق وصار عندي جزء ناعم وبسيط ورائع جدا هو يظهر لي طبعا حواف الماسك لاحظ معاي هذي حواف الماسك هذا ببساطة كيف سوي ماسك على عنصر معين على تطبيق كبكت طيب انا كيف سوي ماسك الفيديو ماسك الفيديو بسيط جدا طيب انا عندي هذا الفيديو تمام اخذ منه نسخة فوق اخذ لي فوق طيب طيب اروح الاختار الان اصدقائي الماسك من خيارات الماسك اختار خيارات الماسك اختار مثلا وفرضا اختار هذا عشان يشي يعطيني قطع مربع بهذا الشكل تمام الان نسمى تحديد الماسك وين الجزء العنصر اللي فوق راح اخذ الفيديو اليمين عشان يبين معي اكثر خذوكم معي بس عشان يصرمي فيديوهين بهذا الشكل طيب ارجع على الماسك بهذا الشكل الان اتحكم في الماسك لاحظ معي اللحظ السهم هذا الموجود نشوف مع بعض لو اسحبه بهذا الشكل روتيت راح الاحظ انه يتم تفعيل الماسك الاسحب ولا تحت بهذا الشكل شوف معي الان اعطاني ماسك بهذا الشكل اعطاني ماسك للفيديو كأنه العنصر كأني انا جالس في مكان واحد اشغل الفيديو الان هذا من اه ميزات طبعا تقدر تستوي هذا الشي بل قطع قطع الفيديو لكن راح راح نستفيد منها مثلا انا عايز اكرر شخصيتين موجودات بنفس الفيديو شخصية يعني اه شخص انا نفس شخصيتي انا موجود بنفس الفيديو او بنفس المكان مصور فاقدر اكرر شخصيتي بنفس المكان اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقدر انا صور بنفس المكان مثبت الكاميرا ورد على نفسي وقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الشي يعتبر من اشياء الاحترافية وراح نيجع على شرحها ان شاء الله في الدروس القادمة الان صار عندي الماسك لاحظ معي انه سويت ماسك على الفيديو وكررت الفيديو كأني انا موجود في نفس المكان ومصور بنفس المكان طيب كيف استفيد منه من الماسك على الاشياء الخاصة مثلا مثلا عندي هذا الفيديو عايز اسوي الماسك مثلا عايز اشرح للفيديو هذا ما انا عايز الفيديو كله عايز الفيديو يظهر بشكل مربع وحواف نعمة اجيب المربع هذا الناعم او عايزه يكون في دائرة مثلا انا كنت اشرح درس على اليوتيوب وعايز حالي اظهر في الفيديو اسفل الفيديو تمام فرضا هذا الفيديو حقي تمام اروح اختار الدائرة هذه تمام ماسك الدائرة لاحظ معاي يظهر عندي ماسك الدائرة عشان ايش اه سوي على شكل دائرة اسحب الاطراف ما اسحب ذول اليمين واليسار لا اصحب النقاط الدائرية هذه واضغط alt واسحب هذا الشكل تمام وارفع شوية عشان اظهر نفسي هذا الشكل مع الضغط على alt اظهر كامل جسمي مثلا انا عايز اشرح على اليوتيوب واضهر بالمكان هذا واشرح شيء على اليوتيوب بعد ترجع كيف تتحكم فيها ما تروح تتحكم فيها بهذا الشكل ما تحركها اذا حركتها راح تختفي بهذا الشكل تمام تروح تضغط على البيسك ان البيسك تبدأ تتحكم فيها بهذا الشكل تمام وحطها اسفل الفيديو مثلا كنت اشرح درس على اليوتيوب اخليه مثل هنا يقول مثل ما اشوفها في دروس اليوتيوب وهذا الشكل تمام اشغل لاحظ نفسي انا موجود بشكل دائرة تمام مثل انا مو عاجبتني الدائرة اقدر اغير الماسك بشكل مباشر اختار اي جزء مثل مربع لاحظ ما انطلعت مربع تمام هذا من اسمه للماسك الان نجي على شي مهم جدا وهو المود هذا الفيديو مثل ما تعلمني بالحلقة الماضية كيف نسوي انيميشن للاي فيديو عندنا تمام او نضيف بريست جاهز نروح على قائمة الانيميشن نروح على كومبو من كومبو نختار مثلا انيميشن ثري دي هذا البريست تمام لاحظ معي داخل الفيديو بشكل جميل اضاف لي زي الماسك طبعا اروح اقصة الفيديو من هنا اقدر اقصة الفيديو جزء من الفيديو اللي انا سويت له ماسك خليه عشان يشي ظهر معي طيب انا الان اشرح القناتي واقول للا اصدقائي اا اشتركوا في قناتي الان راح نطبق على الكرامو وتفريغ الفيديو راح ناخد نسخة من الفيديو اللي فوق واسحب فوق الجزء الاساسي مثل ما تعلمت قبل شوي واضيف له تفريغ للفيديو الان انا اضفت تري دي لاحظ معي وفرغت الفيديو الفوق وخلت الفيديو الاساسي تحت اشغل الاحظ انه الاشتراك مثلا اقول لاصدقائي اشتركوا في قناتي وهذا الفيديو الخاص بي صار خلفي بهذا الشكل تمام اروح على المود المود كيف استفيد منه الان مثلا العنصر هذا عايز اسويله مود عايزه يكون جزء من الفيديو بحيث انه المشاهد يشوف انه هذا الجزء فعلا كأنه موجود او كأنه جزء رئيسي من الفيديو اروح على قائمة فيديو من فيديو اروح على بيسك من بيسك اروح على مود اختار مثلا سكرين لاحظ معي صار كأنه هلوغرام صار جميل جدا شفاف لاحظ لو اشغل شوف معي تأثير المود وتأثير السكرين كأني اشرح على شيء خلفي بطريقة احترافية هذا من تأثيرات المود ومن استخدمة المود صارت خلفي استخدمنا الان تفريغ الفيديو واستخدمنا خاصية المود مع بعض دمجناهم وشوف كيف حصلنا نتيجة احترافية تمام هذا الشيء ان تقدر تستخدمه في جميع الفيديوهات التي تشتغل عليها في صناعة المحتوى او في الاشياء التي تشتغل علي العملائك بهذا الشكل بهذا الطريقة تمام خلوكم معي في الدرس جاي لانه في درس احترافي جاي واي استفسار في تطبيق كاب كوت ترك لي اها في اسفل الفيديو في الكومنتات وانا اجوبك عنها ان شاء الله و الى هنا انتهينا من حلقة هذا اليوم اتمنى اني اكون قدرت ابسط لك الامور كلها في تطبيق او في كورس كب كوت الاحترافي و اتمنى منك تدعمنا باللايك والشير وتشارك هذا المحتوى من اصدقائك المهتمين في المونتاج والتصوير وصناعة المحتوى عشان يستفيد من هذا الكورس المجاني و لا تنسى تضغط على زر الاشتراك و تضغط على زر الايك عشان يستفيد الجميع و ينتشر هذا المحتوى عند الجميع و اشوفك في الحقق القادمة و في ختام سبحانك الله و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة